اجازات البناء كلها فساد بفساد 90% منها فساد وتستخدم القوانين والضوابط والتعليمات لغرض الرشوة وابتزاز المواطنين وهذه مؤشر حتى عندي في تقرير أنا قاعد أحجي على التقرير الفني بعدني ما جاي على تقرير المشاهدات المواطنين مشاهدات المواطنين يقول اجازة البناء تمنع دي المواطن اللي عند دار ميتين متر مو فما فوق البيوت المنشطرة تعتبر تجاوز خصوصا في بديدة الصدر وشرق القناة هي توزعت 140 بسبب أزمة السكن ظلت الناس بضطرة سويا قطعتيا وصارت تلافة هنا هذا التجاوز وهنا يبدي مجرد أنه يبدي المواطن فعلا هو تجاوز يجي هنا تجي المساومة يأتي بعض ضعاف النفوس من وظفي البلدية ومعروفة متفق عليها كل المواطنين في أي منطقة روح أسألكم استبياد استطلاع في أي منطقة من هذه المناطق إذا مون نسبة تطلع تسعة وتسعين بالمية كل إجازات البناء تأخذ عليها رشوة أبد هذه لازم نعالج ومنظر نتفرج وصارت عرف لأنه زكتنا عنها وماكو إجراءة رادعة فصار عرف ويجوز هذا المرتشي حشاكم بعد صارت عدة في القضية شرعية استحقاء أنه ياخذ هذا جقد تشتغل الأمانة وجقد تتعب وأنت تتعبون وتقدمون جهد لكن هذا التصرف يسئلكم ويسئل الدولة هذا المواطن من يقعد يشوف رئيس الوزراء يحكي على مكافحة الفساد وهو الصبح جاي موظف البلدية وما أخذ منه رشوة على إجازة البناء يضحك لو ما يضحك يقول الشيخ شير رئيس وزراء يا مكافحة فساد لو هذا المواطن اللي يراجع دائرة بلدية وما تمشي معاملته إلا يخليه لفت شكام مرقه بالجرارة يقتنع أو يثق رئيس وزراء يتحدث يقول أنا برنامجي مكافحة فساد لا ولا أمين بغداد يقدر يقول أنا دوائري والمدراء العامين والوكلاء يقولون دوائرنا ولله الحمز يتقدموا خدمة ولدينا إجراءات رادعة ضد الفاسدين لا أحد يصدق لأن المواطن يومياً يتعرض لهذه المبارسة وماكو إجراء فهذه جداً مهمة وواجب شرعي وأخلاقي ووطني لازم نوقف ولازم نحاسب هؤلاء اللي يسيؤون للجميع شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة